في أحد حواراته النادرة حكى الكمال الشناوي عن قصة عودته من الموت بعد أن استعد أهله لدفنه وتعرف والده على جثته قال الفنان الكبير أنه عندما كان في الصف الثاني الثانوي كان يهوى الخطابة ويقتنس أي فرصة ليخطب في زملائه بحماس فيتأثرون بما يقوله مشيرا إلى أنه كان يجد في الخطابة بديلا عن هواته المفضلة وهي التمثيل خاصة هو أنه لم يكن يجد في مدرسته فريقا للتمثيل وأوضح أنه كان دائما يخطب في زملائه خاصة أثناء الحداث السياسية الساخنة ولكن مصطوبه في الخطابة كان يشعل الحماس بين زملائه ويخرجون للمشاركة في المظاهرات ولذلك كان ناظر المدرسة يغضب منه ويستدعي والده الذي يلومه لوم شديدة ويتعهد أمام الناظر بأن ابنه لن يعود لذلك مرة أخرى ويعنف ابنه حتى أخذ عليه تعهد بأن لا يشارك في أي مظاهرة وأن يعود فورا للبيت إذا خرج زملائه في المظاهرات ولكن كمال الشناوي لم يمتصل لأوامر والده ولم ينفذ التعهد وشارك في اليوم التالي بمظاهرة انطلقت من ميدان لذلك حمله زملائه على الأعناق وهو يهتف ويخطف فيه فإذا به يرى والده أمامه هرب منه وبعد انتهاء المظاهرة عاد للبيت ولم يكن والده موجودا فأخذت والدته تعنفه ولم تسمح له بالدخول إلى البيت امتسالا لأوامر أبيه فهددها كمال الشناوي قولا أنا همشي ومش هتشوفه أشي تاني أوضح كمال الشناوي أنه ذهب إلى أحد أصدقائه ليبيت عنده وكان ينوي أن يعود في اليوم التالي لمنزله المهم عاد الوالد والد كمال الشناوي إلى بيته ولم يجده وظل يبحث عنه في كل مكان دون جده انهارت والدته في البكاء كلما تأخر الوقت وهي تتذكر تهجيد ابنها كمال الشناوي وعندما انتصف الليل ذهب الأب إلى قسم شرطة السيدة زينب ليبلغ أن اختفاء ابنه ويطلب مساعدة الاسم في البحث عنه ولكن كانت المفاجأة في اسم الشرطة حينه أخبر الظابط والد كمال الشناوي ويبع أنه تم العصور على جسد شاب بنفس عمر ابنه ومواصفاته ده سوء اضطراف ودعاه أن يذهب للمشرحة كي يتعرف على الجسد انهار الأب وذهب للمشرحة وهو يبكي ونظر لجسد الشاب الذي يشبه ابنه ولا تظهر ملامحه وسقط وهو يصرخ هو كمال ابني أشار كمال الشناوي لأن والده عاد للبيت محطما ليخبر والدته بما حدث لابنها انهارت الأم طبعا وعم الصراخ البيت واكتب على الأهل والجيراد لمعساة الأسرة ومع الساعات الأولى للصباح ذهب بعض الأقارب لإنهاء إجراءات الدفع عرف زملاء كمال في المدرسة بخبر وفاته وبكه ومعهم المدرسين والناظر وفي غمرت حالة الحزن التي عمت المدرسة والشارع والعائلة دخل كمال الشناوي ومعه زميله الذي بات ليلته عبده إلى مدرسته وكانت مفاجئة للجميع وحمله زملاء على أعناقهم وطافوا به المدرسة ثم ذهبوا به إلى منزله لتصيب الصدمة الجميع وهم يرون ابنهم الميت وقد عاد وبكى والده واحتضنه بينما أغمي على والدته ولم تصدق نفسها حينها فقط ورأت ابنها أمامها وانقلب الحزن إلى فرح وهلل الجميع وأكد كمال الشناوي أنه من يومها قرر ألا يشارك في أي مظاهرة وأن يتحول من الخطابة للتمثيل كمال الشناوي فنان مصري اسمه بالكامل محمد كمال الشناوي ولد يوم 26 ديسمبر لعام 1921 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقاهلية على الرغم من الشائعات التي ترددت عن علاقة كمال الشناوي بالفنانة شادية إلا أنه لم يحدث بينهما أي ارتباط بل تزوج من شقيقتها عفاف شاكر التي مارست الفن سنوات قليلة ثم اعتزل ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالانفصال دي شادية طبعا فنانة المحبوبة الله يرحمها ودي شقيقتها عفاف شاكر تشبهها كتير هي دي اللي تجوزها كمال الشناوي وانا برضو صور ليهم مع بعض يبين الشبه الكبير اللي كان بينه كتير ما يعرفوش المعلومة دي ليتزوج بعر ذلك كمال الشناوي من السيدة هاجر حمدي التي استمر زواجه منها نحو عامين أنجبها خلال يوم ابن هدعى محمد يعمل بالأخراج وله ولد اسمه نور نور دا لي حكاية حكاية الوحدة هنشوفها دلوقتي دي هاجر حمدي تزوجها بعد عفاف شاكر كانت رقصة دا نور اللي هو حفيد كمال الشناوي دا حفيد أيضا أخت عبد الحليم حافظ اللي هي السيدة عليا دا يعتبر حفيدها برضو وهو برضو فنان دي صورة نادرة جدا لشقيقة عبد الحليم حافظ اللي هي عليا كما تزوج كمال الشناوي من زيزي الدجوي خالة الفنانة الراحلة مجدى الخطيب وأنجب منها عمر وإيمان دي الزوجة الثالثة زيزي الدجوي دي هي خالة مجدى الخطيب فنانة المعروفة هنشوف بقى حكايته مع ناهي تشريف الزوجة الرابع حكاية ولا في الخيال ارتبطت ناهد شريف بفتاة الشاشة الأول كمال الشناوي الذي كان يكبرها بحوالي 25 سنة ولأنه كان متزوجا في ذلك الوقت من أخرى فكان زواجه ما سريا وفقا من مقالة ناقد وجيه وتردد أن ناهد وقعت فيه غرام الشناوي منذ المشهد الأول الذي قامت بتمثيله معه في فيلم تحت سماء المدينة لكنها لم تستطع البوح بحبها فظلت تخفيه ولم تستطع التخلص من حبها وذات يوم اتصلت به لتقابله وسألته عن سبب ضرورة أن يأتي طلب الزواج من الرجل وليس المرأة فرد عليها قائلا إن ذلك يعد تكريما للمرأة وحتى تكون صاحبة الرأي والاختيار وأدرك الشناوي في ذلك الوقت الهدف من سؤالها وهو أن ناهد أرادت أن تخبره بمشاعرها ورخبطها في الزواج منها وتردت الشناوي كثيرا في الأمر لأنه كان متزوجا فطلب منها مهلة للتفكير حتى صارحها هو بحبه حاول الشناوي إرضاء ناهد والتقرب منها بشكل أكبر فطلب منها أن تشاركوا بطولة فيلم نساء الليل عام 73 الذي كان يحضر لإنتاجه ويكون هو البطل أمامها وبدأ التصوير لم يستطع أي منهم أخفاء مشاعره نحو الآخر وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وحصلت ناهد على جهزة التمثيل الأولى فعرض عليها الزواج لكن في سرية لأنه كان متزوجا وفعلا وفقت ناهد أن تكون زوجته في السر وارتضت أن تشاركها في زوجته ولو عاشت معه في سعادة واعتبرته كما أكدت من نفسها أقوى حب في حياتها بعد زواج استمر ست عوام ورغم حبها الشديد له طلبت ناهد شريف الطلاق من الشناوي بعدما تولد الملل بداخله ورفضت وضع الزوجة الثانية وضاقت بكونها نصف زوجة وتعيش نصف الوقت مع زوجها ونشرت جريدة الجمهورية خبر طلاقهما في صفحتها الأولى بتاريخ 8 نوفمبر 1972 ناهد كانت تعيش أكثر من مأساة خاصة حيث أنها كانت العائل الوحيد لشقيقاتها التي كانت تعاني الشلل وتحتاج لرعاية دائما ومع ذلك لم تكن ناهد من هذا النوع الذي يتاجر بمأساته أو يشكح حاله لينال عطف الآخرين علمت ناهد شريف خبر رصابتها من سرطان السجي في عام 79 بينما كانت في أوج شهرتها وفي هذه الفترة تخلى عنها زوجها إدوار بعد الجوزة بعد جمال الشناوي وتركها في لبنان وحيدة فاضطرت لقطع فترة علاجها لتعود للقاهرة بعد أن نفذت النفقات اللازمة للأقام ورغم تلقاها من الشناوي والقطاع الصلة بينهما تماما إلا أن ناهد عندما اضطرت لطلب مساعدة أحد لم تلجأ سوى لكمال الشناوي فاتصل به بعد إصاباته على مرض السرطان وبرغته أنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية خلال 48 ساعة وعلاجها يحتاج السفر للخارج لكنها لا تستطيع فأخذ الشناوي أوراقها ليتمكن من الحصول على قرار علاجها على نفقات الدولة ذهب الشناوي لمكتب فؤاد محيدين رئيس الوزراء وقتها واقتحم غرفة الاجتماعات حيث كان في اجتماع للوزراء واطلعوا على الأمر وبالفعل وافق أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج وصفرت ناهد للسويد ونجحت العملية وعادت القهارة لتمارس حياتها بصورة طبيعية لكن السرطان هجم جسدها من جديد بعد أن أصبح جسدها ضعيفا غير قادر على المقاومة وتوفيت بعدها أما الزوجة الأخيرة التي تزوجها كمال الشناوي فهل اللبنانية عفاف ناصر التي تزوج منها أيضا وكانت آخر زوجات والخبص دي اللبنانية عفاف ناصري آخر زوجات كمال الشناوي ودي صورة قبل وفاته الله يرحمه شكرا